كثفت توزارة الزراعة من أنشطتها لدعم المزارعين والمربين والمرأة الريفية على مستوى الجمهورية في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية بداية أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أهمية مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري والتي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشرية وتنمية الإنسان المصري ورفع قدراتها بما تحمله من جوانب ثقافية وصحية واكتماعية هامة